ما هي قواعد البيانات؟ هل لها علاقة بحياتنا اليومية؟ أين يمكن أن نجدها في تعاملاتنا اليومية؟ هل تسألت يوما عن عدد البيانات المرسلة في تطبيق الواتساب في الثانية الواحدة؟ كيف تتم عملية رسال البيانات إلى الهاتف المطلوب دون أن تحدث أخطاء وتنتقل إلى هاتف آخر؟ عند استخدامك لجهاز الصراف الآلي تقوم باستخدام بطاقة ذات شريحة إلكترونية تحمل رقما مميزا خاص بك وبمجرد إدخال البطاقة في جهاز الصراف فأنه يطلب منك إدخال رقم السري وعندها يمكنك الاطلاع على رصيد حسابك عند التحقق من صحة الرقم السري المدخل عند التحويل من حسابك إلى حساب آخر بمجرد معرفتك إلى رقم الحساب الآخر يمكنك تحويل المبلغ كيف تتم عملية تحويل مبلغ مالي لحساب من بين ملايين الحسابات دون حدوث أخطاء؟ كل هذه البيانات الخاصة بك وملايين الحسابات الأخرى مخزنة بمكان واحد وهذا لا يقتصر على معلومات الحساب فكل شخص منا يملك معلومات خاصة به ويمكن الوصول إلى معلومات ذلك الشخص أو بعضها عن طريق اسم ذلك الشخص أو ما يرتبط به كرقم الهوية الوطنية فهذا الرقم هو لشخص واحد فقط ولا يمكن أن يتكرر لشخص آخر وترتبط به جميع معلوماتك فبمجرد بحثك عن وظيفة أو فرصة علمية بمعرفة هذا الرقم يمكن أن تجمع معلومات من جميع المصادر المتوفرة أي من أكثر من جهة قواعد البيانات هي مجموعة من البيانات المنطقية ذات العلاقة المتبادلة بينها الممثلة في جداول مكونة من صفوف وأعمدة والتي تهدف إلى تنظيم وتخزين البيانات الضخمة بحيث يسهل استخدامها في مختلف التطبيقات وهذا ما يجعلها تمتاز بالسرعة في استخراج البيانات تنظيم البيانات الوصول لها بشكل أفضل عدم تكرار البيانات وهذا يساعد في تقليل الحجم السهولة في البحث والإضافة وتعديل على البيانات الترابط بين البيانات ذات العلاقة المتبادلة توفير الأمن للبيانات من التلف أو الوصول غير المصرح به وهذا ما يجعل قواعد البيانات مستخدمة في أغلب المجالات والنطاقات مثل البنوك الدوائر الحكومية المستشفيات والمراكز الصحية المؤسسات التجارية والتعليمية المطارات والمنشآت العسكرية الخدمات والتطبيقات الإلكترونية